يد العدوان باحث في علم تفسير الأحيان طبعا من لا يعشق منظر القطار منذ الطفولة يعني كنا هذه من الأشياء المقربة للقلوب والممتعة للعيون رؤية القطار حتى كان فيه أعتقد قطارات صغيرة للأطفال يلعبون فيها في تلك الفترة الحين هذا الشان قرضت كلها صادت كلها ألعاب حديثة وثري دي المهم القطار هو من القطر والقطر هو ما يقطر ما خلفه إذن عرب رئيسية تجر ما خلفها لم يكن معروفا القطار فيما سبق لم يكن معروفا أيام ابن سيرين العلامة ولا النابلسي ولا غيرهم لم يكن معروفا هو رمز من رموز الحداثة ظهر قريبا من ربما سبعين أو مئة عام تزيد قليلا أو تقل قليلا ولكننا نراه في الأحلام فهل نهمله؟ هل نسقطه؟ بل نحاول البحث عن تعبير وتفسير له هنا ما يهمنا إخواني وأخواتي أنه رغم أن القطار لم يكن موجودا قبل مئتان أو ثلاثمائة عام إلا أنه كان هناك ما يشبهه فلقد كانت العرب عندما تسافر تخرج في قوافل فيكون هناك الجمل الرئيسي أو قائد القافلة وباقي الجمال وباقي المرتحلين خلفه كأنهم بالضبط قطاراً فإذن كان هناك قائد وكان هناك مسيرة وكانوا تلك الأيام وتلك الفترة عندما يسافرون يسافرون إما لتجارة أو بضاعة ولكنهم كانوا بالأغلب يسافرون لخير إذن إخواني وأخواتي ليس هناك شيء من العدم وليس هناك شيء يخرج من فراغ حتى القطار الذي يعتبر من رموز الحداثة له أصل وفصل في التاريخ ما يهمنا أننا عندما نرى القطار فإنه يرمز ويعني إلى أمور كثيرة ربما يدل على حياتنا وعلى مسؤولياتنا وعلى من نهتم لأمرهم وإن رأينا القطار شكله جميلاً وضخماً ورائعاً كما نراه أو كما أصبح كأنه جديد فذلك يدل بأن رحلة حياتنا مليئة بالسعادة والأمل وكثير فيها سوف يكون الرزق وإذا كان هذا القطار صعب أو قديم أو به صدع أو ما إلى ذلك فذلك يدل بأنني أنا ومن أعولهم خلفي من أبناء وبنات وزوجات وأباء وأمهات ربما تكون حياتنا بعض الشيء فيها تلك الصعوبات بشكل عام القطار كالسفينة يدل على الرزق يدل على الخير يدل على التواصل لأن حلقاته متواصلة ويدل أيضاً على الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أفضل إما في داخل بلد التي نعيش فيها وإما من خلال السفر طبعاً من لا يعشق منظر القطار منذ الطفولة